السلام عليكم ورحبكم في قناتي على اليوتيوب غانوك ويزين ان شاء الله تكونوا كامل الخير تما تشوفوا هذا الفيديو ترنهال اليوم يمجدكم وصفة جديدة كالعادة مزانة مع حلوية العيد اليوم يمجدكم بهذا سابليروس بطريقة سهلة بشكل جديد كان درت لكم في هذا الموضل وكان الموضل واحد اخر اللي هو التقليدي اللي مضاري تشوفه هذا كلام دور هذا الوصفة ما شاركتها معكم لا في الانستغرام لا في الفيسبوك لا في تيك توك شاركتها معكم هنا في اليوتيوب ديركتم بطريقة مفصلة الوصفة سهلة مهلة وتجي بزاف بنينة ويحبوها بزاف الناس وبالنسبة للسقسونية اللي تشارك المسكة العشية باش نحطها لكم هنا في قناتي على اليوتيوب جوية الربعة الخمسة نحطها لكم هاكدا بش من اللي يكون مازال ما دارو يسسن الوصفة هاديك بزاف هايلة وخفيفة باش يديرو المهم احنا نقعد مع هاد الوصفة السهلة شوفوا لداخلكش تجي محشية بالشوكولة وديك الكريمة البيضة بزاف هايلة قبل ما ندعو في الوصفة ما نشترك في القناة التفعيل جارس بشي ل حقك كل جديد. الحاجة الولا ki العدم بدل بها هي記得. هنالا في غيثي بيون درت مائتين وخمسين قرام. تاعOutbar garen. بدرجة حرطة الغرفات. هادي ماتيل وخمسين قرام دخل رجلكم محاولي 30 حب estiver. عليها 30 حبة خطش الحببت التاع السابلي غيث يجوشوا كبار. كما الحببت تاع اسابلي عادي. بضل Hangar. زجوم غارب كبارتا. الزيت جوبتكاس إللا ربعة. تاع السكر سكر Britain سوكر بودر ناعم. نغربلوه. داي من النواشي في معنا. اللي نضيفوهم لازم نغربلوهم في لاباتة صابلي. ولا في كامل الحلويات ولا في كامل المعجنة اللي نديروهم. كما راكو تشوفو غربلتها بعدك نخلطوهم مليح. حتى نتحصلو على كريمة هكذا. تحبو تستخدمو الباطئ غير تستخدموها عادي ولا يدكم نورمال. المهم تتحصلو على هد القاوة. احنا دكنا قعد نضيفوه بالحاجة هكذا باش جين لاباتة صابلي تعنا ناجحة. بعد ما خلطوهم مليح نجن دي ل لهم حبها بيد وصفار بيضاء. صفار بيضاء راح تطيناها شاشة بزيف هيلة للحلوة تعناه. ونكمل ندخل الملح هذك البيض مع هذك آآ مع هذك الزبدة. حتى تحصلو على قاوة متقيل وكريمي. هذا الشكل يقول لي ما يحبش استخدم الفويج يعجز ولا يدر غير الباطئ ويقدر يستخدمها هذك ما راح تكون العملية سريعة. لكن بالفويوليد احجيكم شوية تقيلة برك نور ما راح تحصلو على نفس نتيجة. بعد هدرت لهم زوج مغارف كبار تعل كوكا ويكون محمص ومرحي. وهنا يراح نضيف لهم لأسل. بالنسبة لأسل ما راح يمعن تهما راح يكون حلوة بزيف. راح يطيناه واحد لها شاشة بزيف هيلة لاباتة صابلي. نضيف لهم العسل. نضيف لهم زوج مغارف ثلاث مغارف وينقصون السكر. نحن مع انتها هذه الحلاوة راهي جاية عادة ما راح تجيكم حلاوة كبيرة. نكمل نخلطهم مليح ونضيف المايزينة. انا عندي هنا كاس إلا ربع تعل المايزينة. كما قلت لكم للمكوينة كامل الجافة نغرب لهم. نخلطهم مليح ونضيف لهم زوج مغارف كبار تعل كاكاو. انا استخدمت كاكاو ما هوش اسود وما هوش بني. المهم هو إذا وجدت الأسود. نضيف لهم نصف مغارف كبيرة كاكاو اسود ومغارف كبيرة كاكاو بني. وإذا أردتوا غير البني نضيف لهم غير البني. نضيف لهم كاكاو بني. وسنضيف معه ربع ملعقة صغيرة تخمير الحلوى. هذه ربع ملعقة صغيرة تخمير الحلوى. لم تدروا مع الزوج وهو عده two plain. ولكن من انسيت قد استعمالها مع الزوج كيسين اللولين. تقومون ندرونonds أو ثاني اشتركوا معلقة صغيرة خميرة الحلوى انا هنا اريد ان نطم فيهم غير بصبعتين يدية لا نتمنى ان اعجلوا كامل لابات غير بصبعتين يديكم حتى ان تحصلوا على العجينة تكون ضرية وشوفوا اذا لاباتتكم لقيتوها نشفة بثث لاباتت اصاب لي كينيت نشفلهم شوية لا نتمنى ان اشفتوا ماشي ضرية اضعوا لها مغرفة صغيرة مغرفة صغيرة مدرجة حرة الغرفة وكملوا وعودوا وطموها لما تستطيع اصابها فقط تستطيعوا لمعرفة غير ينجح انا نحن اصاب هات الصاشي من الفضا مناتون ذا صاشي ومعرفة صاشي ومشيخصي بالقليل الذي تنвержده مليح وانه صاشي يكون جديد ها هو صاشييات الخاصة بالحلوى اظن اننا نزلها مليح ومعرفة اصابها سأنتحصلون الى نتيجة معرفة اصابة لم نتوجه لا يوجد فيها زيغزاق أو مشاق لا يوجد فيها أحبا شابا نفتحها مليح ونفتحها تكون رقيقة قليلا لا تكون خشينا خطش جنرال مول لا يوجد خشينا بشكل خطش خطش جنرال مول بعد أن نفتحهم مليح اختاروا أي نوع المول من الأفضل يكون ندور جنرال موثومة يجون مدورين الحبيبات تتعلي سابليغيس لا يجون على شكل أشكال أخرى بركانات قدمتهم لكم على شكل بيضاوي وشكل مدور تقدروا شكل متلة وشكل مربع كما تحبون تهم ويجون كبار شوية لأن الحبيبات تأتي كبيرة شوية الكوكا وبالنسبة للكوكا تقدروا تستغنو عليه فلابات من المشيط لازم تديره تديره بشيطينها قرماشة تكون هذه الحلوة تاعنا بعدها ننفذل حبيبات التوعي ونضعها في سنيوة ليكون فيها ورقة طهي في هذه الطريقة بشينا خدمة شعبها ونقية وكين هاد المول هاد الطابع البيضاوي كما راكو تشوفوا هدايا سمحوا لي على السوتيعي ما زالني شوية مريض في اليوم السادس مانة الخرنية عرمضان ما فهمت شراني جاني المرض كي بديت الحلوة ما فهمت شعلا جاني مع الحلوة غير بديت الحلوة جاني المرض هنا كما راكو تشوفوا هاكدا كي شوفوا كين بعض الأنواع الحلوية في اليوتيوب نتعطل باش نحطها مع انت تلقاهم دايما في قناتي عفوان في صفحتي على الانستغرام ولا في الفيسبوك ولا في تيك توك هنا بعد ما نطبعهم نحطهم في سنيوا ونضيرهم يطيبوا عادي كما اي باتة صابلي حتى وننشفونا ويطيبوا عادي هنا نروح للكريمة تاعنا الكريمة تاعنا هادي كريمة الزبدة درت هنا 150 قرام متاع المارغارين هاديك البيضا المارغارين البيضا اللي يستخدموها لباتيسرية عبرها مش هاديك الصفرة مش لالم صفرة لالم كان يستخدموها عادي بسح انا من الفضل ما استخدموها شخط شديك الصفرة جي تقهم سورتو في الحلوة والاخر استخدموها ده المارغارين البيضا هي متواجدة تبعا اللي بيعودو زنتا الحلوة الباكي اللي فيها ترفض 500 قرام انتو مدوا منها 150 قرام خلوها بدرجة حارة الغرفة كي تطرع لكم مدوا منها 150 قرام قطوعوها مكعابة وخبطوها من الليح بالباتر بعد ما تخبطوها من الليح بالباتر 30 مغرب هنا يمجيح Rogers سورجلouv اعتقدوها الكاراملا تقدرو ديران المجنزل للح تئوب الحلوة هذه الباتر اختها شوكولاتة نورمال شوكو يمكنكم ف drifting شوكولة طفلة تديران الأeightور حيث هذاها كلام يخبطها ملاحا مع السيك غلاس يضيف لها زوج مغارب كبار تاعة بودرة شانتي شوفوا لي ما يحبشي نكهها عفواً كما قلت لكم يدل لها زوج مغارب كبار يدل لها السيك غلاس بعدما يخلطوا ملاحا مع هذا الزبدة وتوليلوا شكل كريمي يضيف لها زوج مغارب كبار تاعة بودرة شانتي بس يجيكم خفيفة وبنينة وتقدروا ستخدموها عادي أنا هنا بعدما تخلط لي وشوفوا القامة متحك شي يكون كريمي ويجي تقيل شوية ما يجيش خفيفة بش يشد النمليح الحبات تعانو هانو نحن نجيب لاباتا صابلي بعدما طابت لي حتى هو يشوفوا هدايا كش تعرفوه بالأيطاب جيني غال مو يطلق لكم الريحة كي غير يطيب تشمو الدارتولي كامل للتريح بالكاكاو وتلقاوه هنشوف يكون مازال طريق يتجبدوها برق غير تخرجوها البراية وحتوين يشدروه هوا لاباتا صابلي جي بزيفة شيشة وبزيفة بزيفة يلدو فلفو هاد لاباتا صابلي هنجو نعمروه هم بديك لها كخام وبق شوفوا تعمروه هاكده ديروها هاكده شكل دائري ودخلوه تقومه في الوصف بش نعمروها بشوكولة بهاد طريقة هنروحو غير بالعقل بش نعمروه هم الداخل بشوكولاتا نعمروه شوكولاتا عندوك ندلكم حبة قدامكم باش تفهموا ملاح هنا تقدروا تديرو كرامال داخل فلاصة دي كل حاجو تقدروا مامل هادي اللي فلاصة ما ديروا لها وهلو تديروها غير كريمة زبدة عادي دارت شوكولاتا اختيني لداخل تقدروا ديرو كرامال تقدروا اي حاجة تحبوها هاكده نبدا نغلق فيهم نبدا نغلق في الحبات التاعي ومعدا كننحو الزوائد كننضغطوا عليها بش يتنحو الزوائد تاع الحلوة شوفوا هاد 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 الفيديو جا طويل شوية مش نشرح لكم مليح هاد الحلوة مش مدارين ندردي فيديوهات طوالي يفوتوا عشر دقايق مدارين نحب نختاصر لها درابرك لها غالب جاني شوية طويل ممكن ما قلتلكم متنساوش عشية نحطلكم الوصفات تاع تشارك المسكر اللي حبت ديرو نس حبت ديرو كي نس تحب جاني غالما تدير الحلوة في اليومين الاخرين تاع قبل العيد حنا انا لو كشوفوا لو كان ما كنتش نطيف لغيز و لازم نديلكم الوصفات نديرها اليومين الاخرين انا ما نحبش الحلوة هادي كتاع لي من قبل ما انت يديروها ولا انا برك على جل تصوير والاخر بش نصور لكم ونشوفوا لي مودال باش انتو ما تخيروا في الاخر هاكده ونغلق الحبات التاعي شوفوا نضغط غير بشوية خد شح الاباتاتات اللي تاعنا راهي كي ما اقول لكم هالشان وما دك غير بصبعتين يدينا نحو زوائد هاكده شوفوا ونحطوا الحبات التاعنا باش نروحوا لقلاساج هنديرو هندوكا انا هنا استخدمت قلاساج تاع شوكولات هادي شوكولات يخرج جديدة من عند بالماري صراحة في هاد انواع بزاف كان هادي شوكولات بالحالي بي حند لي راح نغلاسي لكم بيها كي شوكولات ملون كي شوكولات نواغ زهد كي شوكولات نواغ بزاف هايلة صراحة كي اللي جربوها بعجبتهم بزاف تعطيكم لمعة ومام البنة تاع الحلوة بزاف من هنا والله صراحة لو كنت صدقوني البنة البنة تاع كي ديروها في الحلوة تاعكم بنا بزاف هايلة هاكده نقطع منها انا راح ندير ميتين وخمسين قرام كامل هادي الطابليتات تاع ميتين وخمسين قرام بتاع شوكولات ملون كامل رايح نديرها كي اللي يقول لنا الاخر تاعنا يتحرق لنا شوكولات كي ديروها الدوب ما تنجح لنا كي اللي يقول لك تتحرق هي لازم تقطعوها مليح تقطعوها هاكده رقيقة كي ماركو تشوفو شوفوكش قطعتها تكون رقيقة عالها شبش غر غر هادا كالغيسي بيون يسخن فوق الحمام المائي هرا بعد ما دابت لي فوق حمام مائي درت لها مقرف كبيرة تاع الزيت مش تطينا تحدث يكلم عن شابة وطراوة ونجي نخلطها مليح ما هادا طريقة مش نبدأ نقلاصي في الحبات التوعي هاكده خلطوها مليح بدك نجيب الحبات تاعي نجيب فرشيطات تعنا ونبدأ نقلاصي في الحبات هاكده نجيبت الفرشيطات نبدأ نحط في الحبات تاعي ونبدأ نقلاصي فيها ونخبطها ملاح. تقدروا ديرو هنا قلاسة شوكولا بلوت. تقدروا ديرو قلاسة شوكولا نوازات. شوكولا نوازات. شوكولا نوازات. ودوغي على حسن انت هم مش تحبوه. والعائلتاكو مش يحبو. كي اللي يحبوه. انا جيدي غالما نحب وحدي. ان شوكولا نواغ. بس احف الدراجيني غالما يحبو غير شوكولا. ولي ما نحبش. اه كي هما كتر يغلبوني. مش تديرو. هاكدا نخبطها ملاح. ونحطها تنشف. نحطها تنشف غير ما بي كويسة وغير ما طيبنا. ونحطوها تنشف. مش ما مش ما قاعدوش نفسدو ولا. ونبدك هدا بعد ما تنشف الحلواتينا نجو نديرو لها السيكزاك. انا بعد ما قلاصيتهم كامل. اكتشفتك الشوكولا اولي اللي قاعدت لي. قاعدت لي شوية شوكولا اولي. ضفت لها شوية شوكولا نواغ. باش نتحصلو على لون مختلف. باش جينا شوكولا حفقة شوية. ونزيكزاك يلحبت تتوعي هاكدا. بالنسبة لتزيين انا زي هم فلي كوتي اه درت لهم الكارا مالولا البعجون. ومعدا كنجوزهم في في الفيستاش ولا في الفيستاش ولا في الشوكولا هاديك. وشي كونو تففر عندكم تقدروا تديرو كو كوي فيلي تقدروا تديرو اي حاجة. بعدها تحبو تحطوهم في الكيسات ولا ما تحطوهم مش خدشو ما يجي شكل تحو مجيني غال موبلا لكيسات واكدا نكون وصلنا لهاية الفيديو ان شاء الله تكون اجبتكم وصفة عنها اليوم. وفي وصفة اخرى هاد المساء ان شاء الله.